طب نعمل ايه بقى؟ لانه واضح ان المسألة كده مليئة بالمقاسي في ناس مرفضين كتير في ناس ما بتحبش شكلها في ناس ما بتحبش لونها ما بتحبش جسدها بتحبش كلامها بتحبش فكرها بسبب الناس اللي رفضوها يا ما ناس حست ان هي ملعز زوات لما الناس رفضوها وحسوهم ان هم إلا ويما ناس تركوا الدين بالكلية عشان حد قال لهم ان هم ناس مشركين او ناس ما عندهمش دين فمعرفوش يعملوا ايه فباظت منهم الحكاية السيولة الدينية احد اسباب السيولة الدينية اللي احنا عايشينها هي ممارسة الرافض وشيطانة الاخر فاول حاجة لازم نعملها كلنا نتواصل بها ونعاهد عليها رسول الله سلم عشان يتشف علينا عشان ربنا يقبل عهدنا ان احنا ايه ما نرفضش حد من اول مرة ابدا امسك نفسك اول ما لما تجد تتعامل مع حد اول مرة لو انت اول مرة رفضته انت اعرف ان انت عندك باق دا رفضوا يا شيطانة طالعا ولما تعمل كده قل لي نفسك اتق الله فلو ما قدرتش تحبه ما تكرهوش ولا تتهمه ولا توسمه مش حقك كل دي معاصي حتى تجي تقول لي اه تبا اعمل ايه زي ما عملت في المعاصي توقف عنها اذكر نفسك ولما تحس ان في حاجة نفسك ان الان في مرة بالسبب تتحرك من كله من جوه اقرأ المعوذتين واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقرأ المعوذتين ثلاث مرات واقرأ قلوا والله احد ثلاث مرات عشان تتذكر مولاك سبحانه وتعالى تاني حاجة لازم تعملها حاول تشوف في اي انسان انت بتقابله الخير والجمال حتى الناس اللي انت رفضوا ان الله كتب الاحسان على كل شيء الناس ده اكيد فيها حاجة حلوة لو اتعلمت ان انت تشوف الحاجة الحلوة في الناس احتمال كبير جدا جدا ما تبقاش محتاج للرفض لكن ممكن تكون شفوق على الناس رحيم بالناس فلما تيجي تنصح مش بتنصح لانك انت السيد مش انك انت اللي فاهم مش انت انت بتعلم شوية الناس اللي ما يستحقوش العيشة دي لا بتعمل كده ليه لانك تشوفوك عليهم وانت ترحمهم كما ترحم نفسك الرحمون ارحمهم الرحمن وتعالى فتبقى النصيحة من باب ماذا من باب مش انك انت بتعرفهم وما ما بيعرفوش لكن تبقى النصيحة ان انت عايز تكون يدا وعونا لهم على ان هما يكون في احسن حال لان انت شايف ان هما زيك الفرق بينهم بس ان هما يتقدموا الخطوة اللي انت بتنصحهم فيها الثالث حاجة لو انت اللي تعرضت للرافض ما تخليش قلبك يتشوف بنر الانتقام ولا تخلي ثقتك بنفسك تهتز انت عبد مكرم والله سبحانه وتعالى ما رفضكش وهي دي القصة ان الله يقبلك ان الله سبحانه وتعالى يقبلك وهي هذه مسألة وهو معكم اينما كنتم اللي رفضك هو اللي عنده مشكلة ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى انه وعافئ لبنا من معصية الرفض ويجعلنا متحبين دائما وان يجعلنا دائما نرى ان الحب هو الذي يخلص المجتمع من الانتقام ويخلص المجتمع من الكراهية ويفتح لنا ابواب الاقبال على الله فالمتحبون مش بس على منابل من نور يوم القيامة المتحبون والحب والعيش المشترك هو الاحتياط الانسان الحقيقي في المجتمعات العيش المشترك والحب ونبذ الكراهية هو في الحقيقة اكبر رصيد يمكن ان نعتمد عليه لكي نستثمر في الانسان الحقيقي الانسان الحقيقي هو الانسان المتزن الذي ليس فقط يرفض الرفض وليس فقط يرفض شيطانة الاخر بل يسعى الى كرامة الكل لان الكل كرمهم رب الكل سبحانه وتعالى يا رب جعلنا دوما نبست النور والبركة والحب والمؤانسة والتعاون على البر والتقوى والعيش المشترك وجعلنا دائما يا رب حصونا لهذه الحياة من ان يتنالها نيران الكراهية اللهم اطفئ بنور قلوبنا وطيابة قلوبنا كل نار يشعلها من يرفض او يشعلتنا الاخر للكراهية جعلنا يا ربنا بردا وسلاما على عبادك المؤمنين وعلى عبادك يا رب العالمين في كل وقت محيب اشتركوا في القناة